مين المخطئ؟ الجمهور ولا مجلس الإدارة؟ والشناوي الكبير يتصرف تصرف صغير وصغير قوي وغلطة الشاطر بقلب ويه؟ المترجم الجوادي هل يرحل أم يبقى في النادي الأهلي ويحيى عطيته الله أهلاوي في صفقة تاريخية وهمة في المريكاة الصيفي للنادي الأهلي وجمهوره وقرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الهمة والأهم في مسيرة النادي الأهلي للموسم القادر حلقة جديدة من المشجع هنبدأها ونتكلم ونقرش في المواضيع على طول لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك سبسكرايب على يوتيوب واللايك والكومنت والشير وتعالى نبدأ كلامنا ونقول هو مجلس الإدارة غلطان ولا الجماهير اللي غلطانا وهنا هقولك حبيبي الأهلاوي وصديقي واخوية الأهلاوي المشجع اللي زي زيك لو أنت من أنصار أن الجمهور بس اللي غلطان أو مجلس بس الإدارة اللي غلطان يبقى أنت محتاج تعيد حساباتك ومحتاج تفكر تاني في وجهة النظر القطبية وبعد جماهير النادي الأهلي عشان ما بقاش واصي على جماهير النادي الأهلي وقولك أن لو أنت هتاخد صف واحد بس يبقى أنت محتاج تعيد النظر لأن الجمهور مش غلطان 100% ومجلس الإدارة مش غلطان 100% يعني إيه؟ يعني تعالى أقولك أن مجلس الإدارة ولا تعالى نبدأ بالجمهور؟ نبدأ بالجمهور الجمهور اللي عنده مشكلة في ملف الصفقات وملاحظوا بقالوا أكتر من 3-4 مواسم الجمهور عنده حق مليون في المية لما يشوف أن في لعيبة بنشتريها بأرقام كبيرة وبنضيق علينا فرص في لعيبة تانية واللعيبة اللي إحنا اشتريناها بأرقام كبيرة دي بتمشي شبه ببلاش أو بأرقام أصغر من اللي جاب بيها أو ماليا وماديا النادي ما استفادش منها فيبقى النادي لا استفاد فنيا ولا حتى ماليا يبقى هنا الجمهور عنده مشكلة وعنده حق لما الجمهور يشوف أن الصفقات اللي بتضيع بتضيع عشان تقصير من مسؤولين في لجنة التخطيط اللي عافى عليها الزمن أو مسؤول التعاقدات اللي لا حوله ولا قوة إلا بالله ويعني تحسوا كده موظف أكتر منه مدير تعاقدات بالبلدي صايع كورة صايع تعاقدات من الآخر يبقى الجمهور برضو عنده حق لما الجمهور يشوف أن فيه تسريبات لأسام الصفقات ويبقى الأخبار على الملأ وده بيغلي السعر وبيدخل اللي ليه واللي مالوش واللي عايز واللي مش عايز عشان يعلي عليك يبقى الجمهور عنده حق وإنت محتاج تشوف مين اللي من جوه عمدك اللي بيخرج أسرار البيت اللي ما كانتش بتقرج زمان يبقى هنا الجمهور عنده بدل الحق ألف لما الجمهور يبقى بيطالب بالتدعيمات بقى له أكتر من 3-4 مواسم يبقى برضو الجمهور عنده حق لكن لما تيجي تقول لي هل اللي حصل في المشهد الأخير اللي كان بيعكر صفو الفرحة بتاعتنا والخروج عن النص والشتيمة اللي حصلت فيه من الجمهور أو من بعض من الجماهير التي لاته تمثل كل جماهير النادي الأهلي في الملعب هل ده صح؟ أقولك اللي يقول صح يبقى مريض ومحتاج يتعالج عمر الشتيمة والخروج عن النص ما هتكون صح ولا ينفع حد يبررها ولا حد يقول إن هي صح خالص يبقى هنا الجمهور عنده حق في حاجاته وملف الصفقات اللي يفشل فيه مجلس الإدارة بنسبة كبيرة جداً في إقدارته وفي نفس الوقت الجمهور ما يصحش الخروج عن النص بالشكل ده أو التعبير عن غضبه وزعله من الإدارة بالشكل ده يبقى الجمهور غلطان والجمهور صح في جزئية دي حقيقة الأمر طب نيجي بقى المجلس الإدارة هل مجلس الإدارة غلط وبس؟ أقول لك لأ واللي يقول غير كده يبقى بيدحك على جمهور النادي الأهلي وبيدحك على نفسه العبد لله نفسه لسه كان بيشكر في مجلس إدارة النادي الأهلي من حلقة واحدة وبيقول لهم مبروك عبد دوري نفس العبد لله كان لسه بينتقد مجلس إدارة النادي الأهلي في ملف الصفقات بقى له 3-4 مواسم يعني إيه؟ يعني مجلس الإدارة عنده إيجابيات كتير لا تعد ولا تحصى من أكتر مجالس الإدارات الأنجح في تاريخ النادي الأهلي إحراز بطولات إحراز برونزيات عالم أبطال أفريقيا دوري كاس سوبر كل اللي انت عايز تقوله قوله حتى على ملف ومستوى ملف قرة الصلاة ناجح وبيحقق بطولات وعمل فرق مع فريق اليد والسلة كل اللي انت عايز تقوله قوله إذن مجلس إدارة ناجح ناجح مجلس إدارة له يد في الانتصارات والفوز والبطولات اللي بيتم إحرازها للنادي الأهلي آه طبعا آه طبعا واللي ينكر ده يبقى جاحت واللي يقول غير كده يبقى بيتحك على نفسه وعلى جبهير النادي الأهلي ولكن هل مجلس الإدارة ما عندوش أخطاء؟ عنده طبعا أخطاء وأخطاء بالزوفة في ملف الصفقات تأخير في ملف الصفقات الاعتماد على لجنة تخطيط عفا عليها الزمن في طريقة تفكيرها وتنفيذها للأمور في التعاقد مع لعيبة دون المستوى بأرقام خيالية وعدم تنفيذ طلبات المدير الفني السابق والأسبق والحالي عشان بس الأمور تبقى واضحة مش بتكلم على كل ده بتكلم على كولر وبتكلم على مسماني وعلى مقابلة مسماني ومقابلة مسماني كل المراحل دي كان عندنا مشكلة في ملف الصفقات يعني من الآخر عزيزي الأهلاوي وصديقه وأخي الأهلاوي المشجع اللي زي زيك بقول لك لو انت شايف ان ده بس المقطق او ده بس المقطق هقول لك لأ اللي اتنين غلطانين واللي اتنين عندهم الصح مفيش حد او مفيش جهة هي الغلط مية في المية والناحية التانية الصحي مية في المية لا مجلس الإدارة صحي مية في المية ولا غلط مية في المية نفس الكلام بالنسبة للجمهور وقلنا ده غلطان في ايه وده صحي في ايه وقلنا ده غلطان في ايه وده صحف ايه ودي واجهة نظر العبد لله وبعض الاهلوية عشان ما نبقاش بنحجر على كل الاهلوية وعلى قراءهم لان في الاخر احنا في نفس المركب وما ينفعش حد يعقر صف وفرحتنا لان اللي بيحاول يعمل ده كتير والمنتفعين كتير من برا ومن جو نجي بقى للنقطة المهمة جدا نقطة الشناوي الكبير اللي تصرف تصرف صغير قوي 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 الجمهور في الملعب بيعاتب مجلس الادارة بطريقة صحة او بطريقة غلط انت كلاعب ملكش دعوة لاعب في اختام الموسم كابتن الفريق لازم تاخد فريقك ولعبتك وتروح للجمهور عشان تبروز لحظة الاحتفال والفوض بدوري مهم وصعب وتنافسي وفرقعنا فيه بلالين كتير وكانت الابواق الاعلامية والصحفية كلها بتتمنى وقوعك او مستنية وقوعك او بتراهن على وقوعك قصرت ده وحققت موسم تاريخي ان كان افريقيا او محليا او عالميا ما ينفعش ببوز الشكل والصورة عشان خاطر حضرتك مأموس انت كبير لكنك تصرفت تصرف صغير تصرف صغير قوي لان لو حضرتك كابتن شناوي ما تعرفش ان اللي عامل حضرتك واللي مخلي اسمه حضرتك مهم واللي مخليك بتصرف اعلانات وبتعمل اعلانات وبتصنف من اللعيبة وبتكسب تصويتات وبيستضفوك في البرامج وكل ده هو جمهور النادي الاهلي ده مش انت بس ده اي لعيب في اي نادي من غير الجمهور ليس له قيمة لانه الجمهور والشعبية هي اساس اللعيب فحضرتك نسيد ده على فكرة حتى المستوى الفني بتاع حضرتك لما بيقع وبيكون مش في احسن حالاته الظاهير الجمهوري دايما هو اللي بيسندك زي ما هو اللي بيطلعك السماء وقت توهجك بمستواك اللي ما نقدرش ننكره هو اللي يقف في ظهرك في وقت وقوعك او عدم سبب مستواك ما بينقذكش غير الجمهور ودعم الجمهور فلو حضرتك مش عارف قيمة الجمهور ودور الجمهور وفاكر نفسك انك الامر الناهي اللي من حقك امتى تتقمس وامتى تروح للجمهور وامتى ما تروحش للجمهور تبقى غلطان وغلط كبير غلط كبير من لاعب كبير يخليه في موقفه وتصرف صغير وصغير قوي لما ييجي منك ليه؟ لان غلطة الشاطر بألف فما ينفعش كابتن الفريق اللي بنتغنى بيه وطلعنا يا ما شقرنا فيه وفي مواقفه وفي التضحيات اللي عملها من النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي يفتكر انه بقى ليه الحق انه يخاصم الجمهور او يطئمس من الجمهور اللي اساسا هو ما كانش طرف في الموضوع بالرغم من ان احنا قلنا ان الجمهور كان غلطان في تصرفه والقلة دي كانت غلطانة في اللي عملته والخروج عن النص لكن ده ما يدكش الحق ابدا انك تمنع اللعيبة او تاخد قرار بان انت ما تروحش للجماهير وتحتفل بيهم في المشهد الختامي للدوري المهم والصعب في موسم تاريخي للعيبة النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي اللي حضرتك بتدفع من قوتها وبتاخد من وقتها وبتاخد ساعات من قرامتها في الدخول وانت فاهم ازاي وليه واللي بيحصل في التفيش والمواقف اللي بيتعرضوا ليها عشان تيجي تشجع حضرتك وتنادي عليك انت وزميلك فمهما كان ما كانش دورك ابدا انك تعمل الموقف الصغير اللي هيفضل وصمة عار كبيرة في تاريخك الكبير نيجي بقى للموضوع الثاني وهو موضوع كابتن او الجوادي مترجم مرس الكولر وكلام كتير عن رحيله وعدم بقاءه مع مرس الكولر وانا بالنسبالي يمشي يقعد طالما ده قرار مجلس الادارة اهم حاجة ان مرس الكولر موجود لان لو جدت تكلمني في موضوع الجوادي فكري بقى انه صرب لعيبة غبانة منه نقل ما نقلش وفيه ناس واخدى صرفه انا بصراحة عمري ما كنت مقتنع بخروج اي شخص اداري عن الدور والنص اللي محدود ومكتوب له بمعنى المدير الفني له كل الصلاحيات لانه المدير الفني دايما بقول هو اللي من حقه يلاعب وما يلاعبش يختاره وما يختارش لانه هو دايما بيشوف التدريبات اللي احنا ببينشوفوش فهو اللي عنده القرار النهائي وهو اللي بيتحمل تبعات اختياره فله كل الصلاحيات في الصفقات في الاشتراكات في التدوير في التدريب في المنع في الدخول هو له اليد العليا لما تيجي للعيب اللعيب دوره انه ينفس تعليمات المدير الفني ويبزل كل نقطة عرق وجهد موجودة يقدر يديها لإسعاد الجماهير والنادي الاهلي يحقق بطولات لما تيجي للجهاز الطبي فدوره مراعاة اللعيبة وانه هو يعالجهم ويكون سرعة الاستشفاء سرعة العلاج عمل يعني اشكال تدريبية يستحملوها او علاجية انه هما يرجع بشكل اسرع من الاصابة كل الكلام ده المعد البدني وكل واحد له دوره المدير الكابتن المساعد سامي قمصان ولاه دوره كابتن خالب بيبو ولاه دوره الإداري والتدخل بشكل ما مختلفين او متفقين كله له دوره اما المدرجب فدوره هو الترجمة ونقل الصورة ما بين اللعيبة والمدرب بشكل يخلي اللعيبة مستوعبة الكلام وفهماه لكن دور ان انا لقيك بيكتب بوستات على الفيسبوك وبيكلم مع الجماهير وبيخرج في الاعلام بانه هو الشخص حامل حمة وانه صاحب كولر وانه مش عارف مين اعتقد ان ده خروج عن الدور بتاعك انا لعمري حبيته ولا يحبه ولا هاقتنع به وفكرة انه الواصي على الجمهور ويطلع يقول له الجمهور يعمله ومتعملوش وعجبنا وما عجبناش فده مش دوره وما ينفعش اللي احنا نكون بنتريق عليه وبنحفل عليه الناحية التانية يبقى احنا بنعمله يعني زي ما احنا مثلا بنتريق على المتحدث الاعلامي بتاع مقطة ومن اول السطر وهو ازاي بيستخدم الزمالك في تلميع نفسه والشهرة نفسه ان كان في البرنامج اللي بيعمله او في القناة اللي قاعد فيها نفس الكلام بالنسبة للدكتور بتاع الزمالك كان محمد اسامة اللي كان بيطلع برضه يستغل وجوده في الزمالك ويتكلم بصفته ورأيه وشكله وتعبيره الفني وقص الجمهور وهم قالوا وكتير من هزي النماذج ده غير طبعا الصحفيين والاعلاميين وبنخالف مين وقريب مين اللي كانوا بيطلعوا في القناة هزاز الرؤوس او فقرة هزاز الرؤوس اللي كنت بتلاقي ناس ملهاش علاقة لا بالنادي لا من قريب ولا من بعيد قاعدة بتقول رأيها وبتتكلم عن المنافس وعن المنافسة وعن الجمهور واتطبل بقى الرأي رئيس النادي وتهز الرئيس النادي زي ما كنا بنترجع على ده وبندحك على ده ما ينفعش اشوف خالد الجوادي بيعمل نفس المنظر ونفس المشهد وبقى متقبله وشايف انه هو عادي فانا شايف ان رحيله هو الانسب ده وجهة نظري اما لو بقى وده كان قرار مجلس الادارة ومرص القلر فاتمنى ان التعليمات تكون اوعى تخرج عن دورك او عن اللازمة اللي انت موجود بيها اهلاوي يحترم فوق راسي شديد الاهلاوية يحترم فوق راسي راجل زو قيمة وقامة وراجل جاي من المانيا وسايب مناصب كبيرة يحترم فوق راسي ولكن يبقى الاهلي فوق الجميع ويبقى الاهلي هو القيمة الاكبر لاي حد اسمه ارتبط بالنادي الاهلي خالد الجوادي في المانيا راجل زو قيمة وقامة ولكن جمهور الاهلي اللي بيتكلم عنه واللي بيحكي عنه ما عرفوش وما خلهوش بالشعبية دي غير بانتماؤه للنادي الاهلي وعملوا في الجهاز الفني للنادي الاهلي غير كده كان هيضل قيمة وقامة لا يمكن انقار ده ولكن في حدود مجال عمله في ألمانيا لنا ولنت كنا هنطلع نتكلم عنه فأتمنى ان كل واحد يعرف ان الاهلي فوق الجميع وان النادي الاهلي إضافة لأي كان من كان نجي بقى لي الحاجة التانية وهي يحيى عاطية الله أهلاوي يحيى عاطية الله من أهم الصفقات وهينها حينما تدخل كابتن بيبو وبعد اجتماعه اللي هنتكلم عنه مع مرسل كولر تم انتهاء من صفقة يحيى عاطية الله بتعليمات من كابتن الخطيب وده اللي بنقوله المجلس الإدارة لما هتقوم بدورك هنسقف لما تعمل الإنجاز هنسقف وننسبه لك فطبيعي لما تأثر هننسبه لك لاني مش أنا المسئول لا عن التعاقد ولا عن الرحيل فخلينا نقول ان الصفقة هي مهمة صفقة بضربة معلم صفقة تقيلة مكان مهم جدا وخلينا اقولك انه هو فنيا لعيب دولي لعيب لعب مع منتخب المغرب من اللعيبة اللي حققت الإنجاز بتاعته الوصول للمربع الزهبي في كاس العالم مع منتخب المغرب غير مشاركاته الأفريقية مع الوداد والنهائيات لعيب تقيل ولكن خد بالك هو عشقه الهجومي أقوى من شق الدفاعي شبه نفس مشكلة معلول لحد ما ولكن فردة تقيلة زي ما بيقوله في الكرة صفقة تقيلة من العاري التقيل تاريخية مهمة ولكن طلب صغير من جمهور النادي الأهلي أرجوكو ما تقرنوش حد بمعلولي عشان ما تحطوش دخوط كبيرة على لعيب هو كده كده جاي عنده دخوط أي لعيب بييجي يلعب لجباهير النادي الأهلي تحت شعار النادي الأهلي هو عليه دخوط كبيرة جد جد وتحديات كبيرة فهو مش ناقص فأرجوكم ما تحطوش حد تحت ضخط هتديني إيه عشان تبقى زي معلول لأن تاريخ معلول وأسطورية معلول مع النادي الأهلي على المواسم وعدد المواسم اللي لعيبها مع النادي الأهلي أعتقد صعب جدا تتقرن بحد أتمنى أنه يوصلها في يوم من الآياب ويعديها لكن ما تقرنش آخر نقطة المعلول ببداية يحي عطية الله اللي لعيب تقيل وهيكون إضافة ولكن ما تحملوش ضخط فوق الضغوط اللي أصلا بتبقى عليه ولكن بإذن الله كل لعيب محترف مهم عنده القدرة على تخطي كل هذه الضغوطات وإثبات أنه لعيب كبير وفردة تقيلة تستاهل التعاقد معها نيجي بقى القرارة باجلس إدارة النادي الأهلي المهمة والهمة بعد الاجتماع مع مرسل كولر واللي أهمها طبعا بعد أن إحنا هنلعب المطشاط اللي فضلك كابتن سامي قمصانه باللعيبة من الناشئين وهنريح كل اللي شاركه كتير كل الكلام ده جميل ولكن بالنسبة لي فيها خبرين مهمين جدا وهو الأهلي بيعتذر عن اللعب كاسب مصر واستكمال كاسب مصر وأنا شايف أن ده قرار مهم جدا لتكفيف الحمل البدني والزهني والضغط العصبي على اللعيبة فيه ناس هتقول لك بس يلايب عيدنا عن المنافسة ويخلي غيري ياخد بطولات ويقرب مني والله لو أنا هضحي يعني يعني هو القرار سلاحظوا حدين ولكن أنت محتاج الراحة محتاجها قوي ومحتاج القرار ده لأن أنت عندك اتحاد كور أو منظومة منظومة قروية سازجة سازجة بتحب بس تعلق فشالها وتدلسها على الأهلي اللي أصلا لولا الأهلي كان زمان الناس دي كلها قاعدة بتبيع بطاطا بتبيع دورة على العربية الدورة مع احترامي للناس دي ولكن الناس دي على الأهلي ده بيشوف شغله وبيعمل اللي المفروض يعمله لكن الناس دي للأسف ناس لا تصلح لإدارة مش هقول لك بقى محل قدار خالص والله ده الناس دي لا تصلح لأي حاجة تخص كرة القدم لا من قريب ولا من بعيد زيادة عدد نشاط تطبيل لزمالك واحتواء لزمالك أو لبرامد عدم التزام بالليحة كل اللي انت عايز تقوله قوله الأندية أخرى من باب المساعدة وخلاص ويجي عند الأهلي اللقمة تقف في الزور ومع ذلك اللقل للأهلي ونجاحات الأهلي كان زمانه مفضوح فضوحة المطهر زي اللي لسه مفضوحها من المغرب دلوقتي أبو ستة ولكن في شيء يعني مهين لنا وللقرى المصرية ولكن زي ما بتقول كده الناس دي لا تصلح فكان لدم الأهلي يعمل ايه يقلل عزل مطربة لطريقة فكان اللي انسحاب من الكاس أصلح زوحدين ولكن مهم وضروري في التوقيت ده لأن خد بالك الأهلي طبعا انسحب من الكاس ده كده هيبقى في عقوبة بأنه ما يشاركش الكاس اللي بعده فانت هتوعب موسمين ما عمدكش الكاس فهي دي اللي الناس بتفكر فيه طبعا هعب بطولتين ما بخدهمش ولكن أنا شايف أني أنا ممكن ما أخدهمش وأنا بشارك ممكن ما أخدهمش وأنا بشارك لكن أريح اللعيبة أحسد أبدأ الموسم وأنا لعبتي فائقة وعلى رجليها القرارة التانية والقرارة الأهم بقى إن اللعيبة الدوليين اللي هينضموا للمنتخب مش هيروحوا جربة شهر 9 جوا بقى كابتن حسام اللي عايش في أيام اللي أبيض وسود وإن أنا كابتن الجهري فإحنا هنتقابل آآ سنة آآ تسعين ولا تمانين فهنوقف الحياة عشان هو عايز يروح كاس العالم من غير التزام بالأجندة الدولية فالنادي الأهل يقرر إن اللعبته مش هتروح غير في بداية شهر 9 مع بداية دي الأجندة الدولية أو قابليها بيوم أو يومين غير كده أنا مش هبعط لك اللعبة قبلها بإسبوع وإسبوعية لإن اللعبة دي أساساً لو رح يطلق مع الأحمال البداية اللي انت هتعملها لهم مع اللي هم كانوا فيه هيتصابوا فلا هيفيدوا منتخب ولا هيفيدوا آآ الأهلي وده اللي احنا بنقوله وهو كابتن حسام بس لو عايش معنا في العصر وامتابع التطورات اللي بتحصل هيفهم إن انت قرحت اللعبة دي من ما اصلحته عشان يدولوا في المنتخب لكن هو هيجيبهم يصبهم ويرجحهم مصابين اللي هو هيستفاد بيهم ولا الأهل هيستفاد بيهم سفحنا بس يا جماعة والنبي أرجوكم بلاش تعمل فيها أسطورة بتقليد أسطورة قديمة كنفع عصرها دي ينفع تليك أسطورة بالعلم يعني ارجع للعلم شوف العلم بيقول إيه واعمل زيه هي مش قصة على فكرة هي مش صعبة شوف غيرك بيعمل إيه علمياً حاول تطبقه فتفهم إن راحة اللعبة دي من مصلح طق فبشكر مجلس إدارة النادي الألي على القرارين دول وهم دول أهم قرارين بالنسبة لي وهما عدم المشاركة في الكاس وعدم إرسال اللعيبة غير في بداية شهر تسعة لقراحة اللعيبة الدولية وطبعا إن هما بيشوفوا ملف الصفقات اللي هيكون مرسل كولر وطبعا الأجازة اللي ادوها المرسل كولر والجهاز الفني نتيجة الإجهاد الزهني والعصب اللي كانوا فيه بعد موسم تاريخي حققنا فيه كل البطولات اللي في الآخر حصل بعد تعكير الصف ولكن زي ما بقولك الكل كان مخطئ جمهور مجلس إدارة كلنا أخطأنا كلنا مسؤولين ولكن كبوة وعدت لم الشمل نقوم بسرعة لأن اللي مستني إن الوقع عديد طول وتفتح مواضيع كتير كتير زي ما قلتلك من برا ومن جوة لأن المنتفعين كتير ربنا يبعدهم عننا ويبعد شرورهم عننا وبإذن الله الأهلي يكون بعد نهاية موسم تاريخي في بداية موسم للتاريخ بشكل جديد لأن جمهور الأهلي جمهور ما بيشبعش بطولات لكن لازم يتعلم يفرح ويفرح بعنف لأن غيرك بيفرح بترئيسة لعيبة أو بتشير تلعيب بدلوا مع لعيب أو بكاس السوبر السعودي شكرا لكم وشكرا لتابعكم ومتنسوش تعملوا متابعة على الفيسبوك سبسكرايب على اليوتيوب واللايك وكومنت والشير وتوصلونا للغير سلام